طيب يعني ده بالنسبة ليه الأخبار الخاصة خلينا كملها مع حضراتكم بخصوص النادي الأهلي كنا في أخبار النادي الأهلي كلها حقيقة حتى الآن بالنسبة ليه الزنفولي وبقاءه داخل النادي الأهلي تعارفين الزنفولي جاي سنة واحدة فكرة التجديد ليه أو يعني الشراء بالنسبة له وبند الشراء وتفعيله متوقف على وجود الشناوي ورحيله للدول السعودي في ظل العروض اللي جاياله هننتظر برضو موقف الشناوي فيه الأيام القادمة وبالتالي هيبقى موقف الزنفولي بقى هيتحدد ببقاءه أو عدم بقاءه فيه النادي الأهلي طيب وإحنا بكوننا بنتكلم على وسامة أبو علي إن فيه تفكير عند لجنة تخطيط إنه يزوده العقد الخاص بوسامة أبو علي إن بدل ما يبقى مليون يورو في السنة يبقى مليون ومتين ألف يورو بداية من السنة الجاي وأنا شايف إن ده يعني الحقيقة مش صح الحقيقة اتفاق موجود بالنسبة ليه اللعب والنادي وده لا يعني لو ده بجد يعني لو ده حقيقي في التفكير موجود اتفاق موجود والعود الاحتراف في العالم كده إن فيه لعيب بيبقى خلاص بييجي حتى تقلق هو مفروض ييجي عشان يتقلق عشان يكسب الفريق مش حاجة جديدة عشان أزود له فلوس عشان بس تقلق لا هو الطبيعي إنه العيب بييجي ويتقلق ويفدني بالفلوس اللي هو طلبه لكن بقى ممكن بعد السنة الأولى لو أنا بتكمل بقى العقد وعايز أجددله أقول له لأ أنا هزود لك على السنة دي ببلغ وبداية بقى بالعقد الجديدة هيبقى مبلغ آخر لكن مجرد ما ييجي أول ستة شهور هبتدى فكر ده في حد ذاته أنا شايفه نوعه لو حقيقي يبقى لا مش تماما شهور لsey تبع